مرحبا يا ايديو معيكم السلامة الحكيم من قناتكم كوك انجليش نوتس يارب تكونوا بصحة و في احسن حل النهاردة هنكمل مع بعض في حلقتنا دي جينا وده هليكم معي هل كلنا عارفين ان ذا اللي هي اداة التعريف اللي بتحط قبل الكلمة اليها طرقتين انطقهم بيها حسب الكلمة اللي بعدها قبل ما نكمل الحلقة بتاعتنا ماننساش لايك وننشف ونفعل زر الجرس عشان تكملوا معي الحلقة الجديدة ان شاء الله ادات التعريف ده انا بنطقها ده اللي هي العادية بتاعتنا اللي احنا ساعات بندلعها بنقولها ده بنقولها ده لما الكلمة اللي بعدها تبدأ بحرف ساكن يعني ايه حرف ساكن؟ حرف ساكن اللي هو كونسننت الكونسننت اللي هو اي حرف تاني غير الحروف المتحركة الخامسة اللي احنا حفظيناه في الانجلش من زمان قوي ايه هم الفايف فاوز الحروف المتحركة؟ ايه اي اي او يو اي حرف غير الخامسة المتحركين ده بسميه حرف ساكن لما الكلمة تيجي بدأ بحرف ساكن وانا عايزة استخدم قدات التعريف ده قبلها بنطقها ده بتعلم ان شو بقى امتى بنطقها ده بانطقها ده لما الكلمة اللي بعدها بتبدأ بساوند او صوت متحرك أو حرف متحرك لما اسمع حاجة من 5 vowels دي أبقى أحط أو أنطق الارتكل The For example I say The ant The ant اللي هي النملة The egg The egg أوكي ممكن أقول The ice cream The ice cream The ice cream The ice cream أنت ممكن تكون في حياتك بتسمعها بالطريقة الصحيحة ولكن أنت مش بتركز معها علشان ممكن يبقى الكلام سريع طيب تعال نشوف كلمة زي كده Yes بانطقها Hour Hour اللي هي ساعة زمنية Hour Hour بدأ بحرف الـ H ها مين يقولي لما جي أنطق The article قبلها انطقها ازاي انطقها The or The في ناس كتير قوي هتقول لي لا احنا هننطقها The عشان بدأ بالـ H والـ H حرف ساكن لا اسمع الساوند كده هتلاقي الـ H مش بتتنطق silent ونقول Hour أ يبقى أنا بسمع sound متحرك يبقى أنا هاختار اني أنطق The قبلها The hour The hour في حاجة عايزة أتكلم عليها تاني ده استثناء من الاستثناءات هل أنا قدر أستخدم The وانطقها The والكلمة اللي بعدها بدأ بحرف ساكن عادي جدا أو ممكن عامل كده لما تكون الحاجة اللي هتكلم عنها تبقى مهمة جدا جدا بالنسبالي أو حاجة بحبها جدا أو عايزة ركز عليها جدا في الكلام For example I say My father is the best man in the world The best The best هابا أتكلم مع أبويا وأقول علي أفضل رجل في العالم يبقى هركز هقول The best The best أطلما الحاجة دي بالنسبالي مفضلة تعالوا كده ناخد تدريب ونشوف فهمنا الكلام اللي احنا قولنا ده ولا لا خليكم معايا كده الأدية بجنبها كلمة School وبعدين Yellow car بديها Armchair تعالوا نطعولي بقى كده Yes The school The The school The yellow car The yellow car Yes The office The office Yes The armchair The armchair The armchair Yes Good job بكده أكون خلصت اللي أنا عايزة أقوله بخصوص The article وكيف أنت أصح قبل الأسماء وطبعا عايزة أأكد عليكم إن هي قبل الأسماء العادية مش أسماء الأشخاص يا ربا أكون قدر تأفدكم Thank you for watching and bye 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 bye